السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزيم معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة أستاذة نسرين النصار اليوم حنتكلم في كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثالث اليوم حنتكلم عن إثراءات اثنين هنبدأ في الدرس السابع والثلاثون الدرس السابع والثلاثون الاقتصاد الوطني وقلنا الاقتصاد الوطني هو الأنشطة البشرية لأفراد المجتمع في مجال الانتاج والخدمات والاستهلاك في مجال الانتاج والخدمات والاستهلاك مجالات الاقتصاد الوطني لدينا عدد من مجالات البناء الزراعة التعدين الصناعة النقل والخدمات هذه مجالات الاقتصاد الوطني العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني لدينا عدد من العوامل الاستقرار إذا صار فيه استقرار زاد الاقتصاد الوطني الموارد كل ما زادت الموارد الدولة زاد الاقتصاد الوطني التخطيط السليم كل ما كانت تخطيط سليما زاد الاقتصاد الوطني الإجراءات كل ما كانت الإجراءات يسرى وسهلة زاد الاقتصاد الوطني السوق الوشراء المنتجات المشكلات الاقتصادية كل ما قلت زاد الاقتصاد الوطني هذه العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني الاستقرار الموارد التخطيط السليم الإجراءات السوق والمشكلات الاقتصادية نجي للاعتماد على النفط تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة في تملك الاحتياطي النفطي ثاني دولة في تملك الاحتياطي النفطي وتعد أيضا ثاني أكبر منتج للنفط ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومنذ اكتشاف النفط في عام 1357 حتى اليوم وهو يمثل المورد الأساسي للوطن نروح الدرس الثامن والثلاثون المشكلات الاقتصادية لدينا من أهم مشكلات مشكلة البطالة وهي مشكلة اقتصادية واجتماعية وتعني ألا تتهيأ فرص العمل للأفراد الباحثين عن العمل باحثين عن العمل وراغبين فيه وقادرين عليه هذا التعريف البطالة هي ألا تتهيأ فرص العمل للأفراد الباحثين عن العمل وراغبين في العمل وقادرين على العمل أسباب البطالة لدينا سببين إما أسباب اقتصادية أو أسباب اجتماعية أسباب اقتصادية ضعف الاستثمار التي تزيد من فرص العمل ضعف الاستثمار كذلك من الأسباب الاقتصادية للبطالة الركود الاقتصادي بسبب كثرة العرض وقلة الطلب وارتفاع الأجور وارتفاع أجور العاملين كذلك من الأسباب الاقتصادية للبطالة التطور التقني والاستغناء عن الأيدي العاملة كذلك من الأسباب الاقتصادية للبطالة الاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة بسبب كونها رخيصة كذلك من الأسباب الاقتصادية للبطالة ضعف التدريب والتأهيل وعدم مناسبة بعض مخرجات التعليم لفرص العمل المتاحة الموجودة في السوق هذه أسباب اقتصادية طيب الأسباب الاجتماعية للبطالة النظرة اجتماعية السلبية تجاه بعض فرص العمل النظرة السلبية تجاه بعض فرص العمل الموجودة في السوق زيادة أعداد السكان على فرص العمل كذلك من الأسباب الاجتماعية للبطالة بحث طالب العمل عن مستويات أجور أعلى مستويات أجور أعلى هذه أسباب البطالة آثار البطالة لدينا آثار اقتصادية وآثار اجتماعية الآثار اقتصادية للبطالة ضعف الانتاج وكذلك ضعف الاستهلاك وهدر الموارد البشرية هدر الموارد البشرية من آثار البطالة الاجتماعية انتشار المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والمخدرات انتشار المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والمخدرات كذلك من الآثار الاجتماعية البطالة ضعف الوضع الاجتماعي للأسرة ضعف الوضع الاجتماعي للأسرة من الآثار الاجتماعية للبطالة زيادة حالات الامراض النفسية والعصبية زيادة حالات الامراض النفسية والعصبية داخل الاسرة هذه آثار البطالة انواع البطالة لدينا اربعة انواع بطالة هيكلية وبطالة اختيارية وبطالة وظيفية وبطالة مقنعة اربع انواع للبطالة بطالة هيكلية وبطالة اختيارية وبطالة وظيفية والبطالة المقنعة المشكلة الثانية من المشكلات الاقتصادية في الدرس الثامن والثلاثون التضخم هو من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب مشكلة ناتجة عن حركة العرض والطلب وهو يعني زيادة الأسعار تصاعديا بسبب الطلب الذي يزيد عن قدرة العرض وزيادة الدخل الأجور والأرباح وارتفاع التكاليف التضخم ناتج عن حركة العرض والطلب وهو زيادة الأسعار تصاعديا وبسبب يزيد عن قدرة العرض الموجود في السوق وزيادة الدخل من الأجور والأرباح الدخل العاملين وكذلك ارتفاع التكاليف تكاليف المنتج أسباب التضخم لدينا سيبين الطلب المستمر على السلع والخدمات الطلب المستمر على السلع والخدمات مع قلة العرض ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار اثنين ارتفاع أجور العاملين في المؤسسات والشركات المنتجة لهذا المنتج المطلوب ارتفاع أجور العاملين في المؤسسات والشركات المنتجة هذه أسباب البطالة آثار التضخم آثار التضخم ارتفاع نسبة البطالة ما في وظائف ارتفاع معدل الفقر التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمحدود من آثار التضخم التأثير السلبي على أصحاب الدخل الثابت والمحدود طيب معالجة هذا التضخم التركيز على حماية المستهلك ومراقبة الأسعار عملت حكومتنا التركيز على حماية المستهلك ومراقبة الأسعار من الارتفاع كذلك توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والحرص على الإدخار ثلاثة تنظيم القروض البنكية وضبطها من معالجة التضخم كذلك زيادة الضرائب على بعض المنتجات أي منتجات غير الأساسية لأن هذا يؤدي إلى تخفيض الطلب على هذا المنتج وفي الوقت نفسه يزيد من إيرادات الدولة مثل زيادة الضرائب على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة هندخل في الوحدة الثامنة أخذنا في الدرس التاسع والثلاثون مفهوم المسئولية المواطنة المسئولة والذوق العام المسئولية ما هي المسئولية؟ الدرس التاسع والثلاثون هي قدرة الشخص على أداء واجباته وتحمل نتائج أقواله وأفعاله وما ينتج عن هذه الأقوال والأفعال مسئولية قدرة الشخص على أداء الواجبات الموكلة إليه وتحمل أقواله وأفعاله وما ينتج عن هذه الأقوال والأفعال أنواع المسئولية ثلاثة مسئولية ذاتية اللي هي الشخصية ومسئولية اجتماعية ومسؤولية وطنية المسؤولية الشخصية مثال المحافظة على الصلوات المفروضة التزام أداء الواجبات المدرسية وتطوير المهارات الذاتية هذه مسؤولية شخصية طيب مسؤولية اجتماعية داخل الأسرة التزام التجاه الأسرة تجاه أسرتك أو التطوع في المجتمع هذه مسؤولية اجتماعية من المسؤولية الوطنية تحقيق الانتماء الذاتي الانتماء والولاء اثنين التزام الأنظمة التزام الأنظمة هذه أنواع المسؤولية مسؤولية شخصية ذاتية مسؤولية اجتماعية ومسؤولية وطنية فوائد المسئولية ووسائل تحملها تؤدي المسئولية إلى مزيد من الثقة بالنفس وثقة الآخرين بك لآداء الأعمال الموكولة إليك وتحمل نتائجها من فوائدها مزيد من الثقة بالنفس تثق بنفسك وثقة الآخرين بك بعد عطوك المسئولية وتحمل النتائج هذه المسئولية لكي تتحمل مسئولية فإن عليك اتباع ما يأتي الاعتماد على الله ثم على نفسك الاعتماد على الله ثم على النفس اثنين الاتزام الأخلاق والقيم ومراقبة الله في آداء المسئولية الموكلة إليك ثلاثة الاستعداد الذهني والنفسي وجسدي لتحمل المسئولية الاستعداد الذهني والنفسي والجسدي لتحمل المسئولية أربعة العمل بجد واجتهاد لإنجاز العمل الموكل إليك خمسة قبول النقد الموضوعي الصادق قبول النقد الموضوعي الصادق والحذر من التأثر بالتعثر هذه نجي الدرس الأربعون الدرس الأربعون المواطنة المسؤولة من هو المواطن الصالح؟ هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن ويؤدي واجباته ويلتزم النظام ويكون فاعلا في مجتمعه طوال سنوات حياته له حقوق يتمتع بها وعليه واجبات يلتزم بها هذا المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك انتمائه للوطن يؤدي واجباته تجاهه ويلتزم النظام ويكون فاعلا في مجتمعه طوال سنوات حياته له حقوق يتمتع بها وعليه واجبات يلتزم بها واجبات المواطن السعودي الانتمام والولاء للوطن من واجبات المواطن السعودي اداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية من واجبات المواطن السعودي ثلاثة الاعتزاز بالوطن والافتخار به هذا من واجبات المواطن السعودي نيجي الان لحقوق المواطن السعودي حقوق المواطن السعودي لكل مواطن في بلادنا حقوق يتمتع بها تكفلها له الدولة تكفلها له الدولة وفق الشريعة والنظام ويبينها النظام الاساسي للحكم طيب ما هذه الحقوق الحكم بالعدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية حماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية مساعدة المواطن واشرته هذه من حقوق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعدز والشيخوقة ودعم النظام الاجتماعي كذلك من حقوق المواطن السعودي توفير التعليم العام ومكافحة الأمية وتهيئة مجالات التعليم الجامعي والفني وغيره كذلك من حقوق المواطن السعودي توفير الرعاية الصحية لكل مواطن من حقوق المواطن السعودي تيسير مجالات العمل وفق الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل كذلك من حقوق المواطن السعودي توفير الأمن للجميع ومنع تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كذلك من حقوق المواطن السعودي منع التجريم أو العقاب إلا بناء على نص شرعي أو نظامي كذلك من حقوق المواطن السعودي التعبير بالكلمة الطيبة وفق أنظمة الدولة وهو ما يسهم في التثقيف ودعم الوحدة الوطنية هذه جميعها حقوق المواطن السعودي التي تكفلها له الدولة وفق الشريعة والنظام فوائد الانتماء للوطن فوائد الانتماء للوطن من فوائدها تحقيق أمر شرعي أمر به الله في القرآن الكريم وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من فوائد الانتماء للوطن تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار الوطن وتماسكه من فوائد الانتماء للوطن تحقيق الاستقرار النفسي المؤدي إلى التفاعل الاجتماعي في المجتمع والمواطنة الصالحة كذلك من فوائد الانتماء للوطن دفع مسيرة التقدم والتطور في البلاد سياسيا واقتصادي ومن فوائد الانتماء للوطن حماية الوطن ومكتسباته ومن فوائد الانتماء للوطن تأمين الاستقرار الاجتماعي الخالي من العنف والإرهاب والإنحلال هذه فوائد الانتماء للوطن نجي الدرس الحادي والأربعون الذوق العام ما هو الذوق العام؟ هو جميع القيم والضوابط والآداب التي تحكم سلوك الإنسان في المجتمع الذوق العام هو جميع القيم والضوابط والآداب التي تحكم سلوك الإنسان في المجتمع للمحافظة على الذوق العام أسس ما هي أسس؟ محافظة على الذوق العام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة الساعدة في الوطن اثنين تجنب الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو اعتداء زي أو لباس يحمل صور أو أشكال أو علامات أو عبارات مسيئة ثلاثة تجنب الكتابة أو الرسم على الجدران وسائل النقل إذ لم يكن رخصاً بذلك من الجهة المعنية أربعة تجنب التلفظ في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إذاء لمرتديه أو الضرر بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر هذه أسس المحافظة على الذوق العام نجي الوحدة التاسعة الوحدة التاسعة كان لدينا الدرسين فيها مفهوم التطوع وأهميته أشكال التطوع وبرامجه التطوع ما هو التطوع؟ هو بذل الجهد والوقت والمال أو الثلاثة معاً الرغبة واختيار بغرض أداء خدمة اجتماعية أو مبادرة ذاتية دون توقع أجر مالي بذل جهد أو وقت أو مال أو الثلاثة معاً عن رغبة واختيار بغرض أداء خدمة اجتماعية أو مبادرة ذاتية دون توقع أجر مالي هذا تعريف التطوع تعريف العمل التطوعي العمل التطوعي هو ممارسة إنسانية ارتباط وثيق بكل معاني الحب والخير عند المجموعات البشرية منذ القدم طيب من هو المتطوع؟ من هو المتطوع؟ هو من يسخر نفسه ووقته وجهده وماله بطواعية بمساعدة الآخرين بما لا يلزمه مساعدة الآخرين بما لا يلزمه صفات المتطوع المتطوع من صفاته الإخلاص في العمل مخلص في عمله الإثار وهو عكس الأنانية حيث يقدم الشخص مصاله الآخرين دون الإضرار بنفسه الأمانة من صفات المتطوع فلا بده يكون متطوع أمينا القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل من صفات المتطوع القدرة على العمل بروح الفريق الواحد من صفات المتطوع كذلك احترام قوانين العمل التطوعي والتزام آدابه هذه من صفات المتطوع كذلك حسن معاملة الآخرين هذه صفات المتطوع أهمية التطوع وتبرز أهمية التطوع في كونه يحدد أهداف خاصة بالمتطوع نفسه وأهداف خاصة بالمجتمع والوطن طيب من فوائد التطوع على الفرد على الشخص تحمل المسؤولية الثواب والأجر المواطنة والانتماء والثقة بالنفس المهارات والخبرات المكتسبة والتواصل واستثمار وقت الفراغ هذه من فوائد التطوع على الفرد المتطوع طيب لكي تحقق الأعمال التطوعية أهدافها فأنها ينبغي الالتزام بعدد من الضوابط الضوابط التي يجب الالتزام بها لتحقيق الأهداف التطوعية أن يكون العمل التطوعي مناسبا لعمر المتطوع كذلك أن تكون العمال التطوعية المؤسسية أو الجماعية تحت إشراف جهات حكومية أو مؤسسات مرخص لها كذلك أن تكون أعمال التطوعية الفردية موافقة لأنظمة الدولة وتعليماتها كذلك أن يكون المتطوع أمينا على خلق حسن كذلك أن يكون العمل التطوعي مفيدا للمجتمع هذه الضوابط التي ينبغي العمال التطوعية أنواع التطوع للتطوع نوعين تطوع فردي وتطوع مؤسسي التطوع الفردي هو عمل محدد يقوم على مبادرة ذاتية بدوافع دينية أو قيمية أما المؤسسي هو عمل منظم عن طريق مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير ربحية أو أهلية مرخص لها من أجل إيش؟ من أجل تحقيق نفع عام للمجتمع طيب ما هي مجالات التطوع؟ خدمة الدين وخدمة المجتمع وخدمة التعليم وخدمة إغاثية والخدمة البيئية وخدمة الصحة وخدمة التراث هذه مجالات التطوع طيب برامج التطوع لدينا أربعة برامج برنامج كنعون الجهة المسؤولة عليه وزارة الحج والعمرة والهدف منه خدمة ضيوف الرحمن برنامج تكاتف الجهة المسؤولة الجمعية السعودية لعمل التطوع والهدف منه تنظيم العمل التطوعية بالشراكة مع الأفراد والمؤسسات برنامج وقار الجهة المسؤولة الجمعية السعودية لكبار السن الهدف منه مساعدة كبار السن ودعم حقوقهم الرابع برنامج إطعام والجهة المسؤولة جمعية الخيرية للطعام والهدف منه جمع الفائض من الطعام وتوزيعها للمحتاجين وتوعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة كذا أنهينا درسنا شكرا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته